أرقام هيئة تنظيم قطاع الاتصالات أعلن التسجيل نمو في أعداد المشتركين في خدمات الهاتف الخلوي والإنترنت مع تراجع عدد المشتركين في خدمات الهاتف الثابت مع نهاية ربع الثالث من العام الحالي مقارنة بالمستوى المسجل بنهاية ربع الثاني من ذات العام وبلغ مجموع عداد المشتركين في خدمات الهاتف الثابت حتى نهاية ربع الثالث من العام الحالي 291 ألفاً مقارنة مع نحو 300 ألف حتى نهاية ربع الثاني من ذات العام أما عدد مشتركي الهاتف الخلوي بلغ 7.280.000 اشتراك حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي بمعدل نمو 3.8% عن ذات الربع الثاني من ذات العام بالمقابل سجل عدد المشتركين في خدمات الانترنت بجميع أنماطه نحو 686.000 مشترك بزيادة 2.6% عن المسجل في نهاية الربع الثاني من ذات العام